تربية السلوك الأخلاقي الفريق الثاني أولاً يرى أن هناك إمكانية لتغيير سلوك الفرد عن طريق التربية ثانياً يقول علماء النفس الطبع بالتطبع والعادة بالتعاود ثالثاً فهذا الفريق يرى أن السلوك يمكن تغييره سواء قرر الفرد بنفسه تغيير هذا السلوك أو قرر من يملك التأثير على هذا الفرد تغيير سلوك رابعاً ومن خلال رأي هذا الفريق نجد أن الشخص قادر على تغيير سلوكيته السلبية بإيجابية خامساً وكذلك فإن المدراء والإدارات في منظمات الأعمال قادرة على تغيير وتوجيه سلوك موظفيها وجعلها أفضل سادساً وهذا الرأي هو الصواب